برج السرطان حاجات انت منتظرها بتلاقيها بس انتظرها بيطول شوية بالنسبة لك يا برج السرطان تأثير الشمس في خلال احنا كنا تكلمنا تأثير الشمس بالنسبة لك فيه المنزل التامل لحد يوم تسعتاشر بس فيه تأثيرات معينة كده لحد ما بيوصل الامر ليه الامر بيكون موجود في برج العرب يوم واحد وعشرين الشمس بتنتقل طبعا من يوم تسعتاشر في برج الحوت منزلك التاسع فبتبدأ الحصوص الفعلية من يوم واحد وعشرين خلينا احنا اتكلمنا على التوقعات الخاصة بيك وتأثير الكواكب والايام وكل ده اتكلمنا عنه لكن دلوقتي خلينا نتكلم على الامور اللي انت بتفكر فيها او منتظرها بالفعل انت من اول الاشياء اللي انت منتظرها كتير تحسن صحي لان بالنسبة لك انت عندك فيه ضغوط صحية وبعض التوتر في الامور الصحية يمكن تكون مش من بداية شهر فبراير لا ده ممكن تكون الامر متعلق فيه ما قبل شهر فبراير ممكن تكون صحتك او صحت حد من المقربين ليك على فكرة فاذا انت عندك اجواء مش لطيفة صحيا انت منتظر استشفاء سواء استشفاء ليك شخصيا او لحد من المقربين ليك لكن يا برج السرطان انت عندك النقطة دي بالفعل انت ممكن تكون عندك مشكلة صحية او حد من المقربين ليك بس ده مدايقك جدا فبرج السرطان اول حاجة الاستشفاءات الصحية منتظر كتير انك تبعد عن مشكلة معينة من امر الصحي وتبقى مأمن يعني عندك مأمن يعني النقطة التانية ان انت بتفكر كتير ان انا عايز اقرب من الحبيب وقرب كتير من الشريك عايز احسن العلاقة جدا عايز ان انا اخد خطوة للامور العاطفية بتفكر كتير في النقطة دي وفي نفس الوقت منتظر ان انت تاخد الجرأة في تعامل عاطفي معين او ان انت تاخد قرار ان انت تقرب للشخص ده يكاد يكون بالنسبة لك هي علاقة مش ممكن تكون علاقة طرف تالت او علاقة الاهل اللي رفضينها انت عايز عايز الشخص ده جدا فانت عايز تقرب منه قوي ففي حد شاغل بالك كتير انت عايز ان انت تاخده في حضنك من الاخر وتطلع تجري انت عايز تعمل انت منجذب لحد جدا او بالنسبة للناس المرتبطين انت بتفكر كتير ان انا زي اقرب للشريك ده اقرب منه وخليه حبني وخليه ان هو يبقى يساعدني او ان يقاف معاه عايز ده جدا عايز محاولات قربه وبتفكر كتير في محاولات القرب النقطة التانية ان انت بتفكر كتير في ان حقك يرجع لان عندك شخص ظلمك او عندك شخص جهة عليك بالزيادة انت نفسك كتير ان حقك يرجع يمكن يكون الشخص اللي ظلمك بالفعل بيمر بمشكلة او ضغوط وبتحس احساس بيكون احيانا مش بنحب ان احنا نحسه وهو ليه علاقة به اللي هو مش هايز اقول الشماتة بس الفكرة كلها ان انت منتظر ان هو يعرف امتك يعني عارف فكرة لما حد يقع وهو ظلمك فاللو يبدأ يحس ان ده زنبك فيرجع ان هو يعتذر لك انت نفسك كتير في النقطة دي نفسك كتير ان انت تصل الى حقك عن طريق النقطة دي ان هو يحس ان ده كعقاب او ده معناها ان انت ترجع كده تتشقل لو تعتذر لي عندك الاحساس ده جدا جدا يا برج السرطان طي برج السرطان من اكتر الامور بالنسبة لك اللي بتفكر فيها قوي قوي خلال الشهر انت عندك اولا متطلبات كتير ومشاوير كتير عندك في مشوار مهمة او مشاوير مهمة جدا متطلب الاجراء فيها او ان انت تتخذ فيها خطوات انت عايز تخلصها انت عايز تروق في مكان معين مثلا عارف فكرة لما يبقى عندك دعوة على حاجة معينة بس انا عايز اروح قوي وعايز اوصل قوي وعايز اشوف المكان ده قوي وعايز مش عارف ايه عندك النقطة دي جدا جدا يا برج السرطان فاذا برج السرطان انت عندك مشاوير عندك اماكن معينة انت ممكن تكون مدعو لها انت عايز تروحها جدا منتظر كتير اليوم ده عشان ان انا اروح او منتظر كتير عشان اشوف المعاد ده عارف لما يجيلك مثلا دعوة لمكان سياحي دولة مش عارف ايه دعوة الحاجة فاتبقى حايز الله انا عايز اروح قوي فعندك ده جدا طيب برج السرطان اذا انت منتظر موعد معين او يوم معين في مشاوير مهم جدا وانت اصلا عندك عدة مشاوير بتفكر فيها برج السرطان من اكتر الاشياء اللي انت بالنسبة لك بتفكر فيها كتير انت عندك قلق معين القلق ده ليه علاقة بحد ليه علاقة باولاد ليه علاقة بموضوع انت قلقان كتير انه ما يتمش فيه موضوع بالنسبة لك انت قلقان كتير اللي هو ممكن ما يحصلش ممكن تكون امور عاطفية ممكن يكون حاجة عاطفية لأحد اولادنا ممكن يكون حاجة ليها علاقة بامور صحية فيه بالنسبة لك قلق على حد انه ممكن يخترب بعيد عنك او يبعد عنك لأي ان كان السبب فيه عندك قلق كتير على امور زي كده منتظر كتير ان طاقة القلق دي تروح باطمئنان بتعويض مكانها اطمئنان فانت منتظر ده جدا على فكرة برج السرطان بالنسبة لك انت عندك شك وغيرة كتير قوية وخاصة لو انت مرتبط ببعض الابراج دي ابراج ترابية او ابراج نارية منهم برج القص جدا وبرج الاسد فانت بالنسبة لك والابراج الترابية بكافة الاشكال السور جدي عزراء فانت عندك طاقة غيرة جديدة قوية وطاقة قلق وطاقة شك شوية فانت نفسك كتير ان انت تتأكد نفسك كتير ان انت تعرف هل انا غيران كده لسبب ولا من غير سبب يعني فيه سبب او فيه حاجة حصلة بخليه احساسي يبقى كده فانت بتدور كتير حوالين المواضيع اللي زي كده على فكرة انا قلت لكم قبل كده على النقطة دي وعرفتكم ان احنا عندنا يا برج السرطان اه روحانية عالية جدا لكن بيمتزج معاها الغيرة والشك فاحنا بندخلها في سكة الروحانية وهو ملهاش علاقة به انه بيكون صادق هو مش احساس صادق هو احساس متداخل فخلي بالك كتير يا برج السرطان لان هو مش صح خالص انت فعلا عندك غيرة او عندك شك شوية يمكن يكون عشان الشريك مله شوية في امور مهنية او عنده متطلبات معينة فخلي بالكم كتير من الغيرة والشكوك انها تدقل في اطار الروحانية وتقولوا ده احساسي انا ما احساسي ما بيغلطش لا احساسك لما بتبقى مدخل شئ في شئ ده بيبقى فيه غلط عشان كده دايما مش احساسنا بيطلع صح مش بنلاقي النقطة دي عشان انت بتدمج حاجتين مع بعض يعني لو انت فكرت كويس لا اتقول لا ده هنا احساسي هتحسها هي امور كلها ليه علاقة بالاحساس انت برج روحاني اه بس لما تيجي تقعد مع نفسك وتفصص نفسك صح هتفهم كويس لا ده دي احساس ليه علاقة بالروحانية لكن دي شك وغيره ناتج عن الالأة عن الالأة طيب برج السرطان فيه نقطة تانية تانية كتير مهمة جدا وهي ان انت عايز تنتصر على اعداء انت فيه اشخاص بنسبة لك هم بمثابة عداوة حقيقية او انت شايف ان هم بيعلوا عليك عارف بيعلوا عليك يعني ايه يعني يعني عايزين يقولوا ان انا احسن منك يعني عايزين يقولوا ان افضل منك يعني انت عارفين فكرة ان حد يقلل منك فيه حد بالفعل ممكن يكون بيقلل منك طبعا معاش ولا كان اللي يقلل من برج السرطان ولا برج الميزان ولا اي برج من الابرة جوا فيه اشخاص كده بتبقى شهزة في النص من الامور اللي زي كده المهم فبرج السرطان انت عندك اشخاص فعلا فعلا عايزين انهم يقللوا منك عايزين فيه ده فانت عايز تنتصر عليهم بالقوة والتميز وان انت تقدر توصل لأحلامك صح وتقدر ان انت تنجح في امور كتيرة عايز كتير كمان اذا يعني النقطة دي بتنقسم للنقطتين اذا عايز انت تنتصر على اعدائك بيقل قوة انك تنجح انك تقهرهم بشكل كتير قوي بنجاحك بتميزك بوصولك لما تريد ده طيب النقطة التانية ان انت عندك خلافات مع بعض الشخصيات سواء انت تكلمت عليهم سواء انت سمحت لي ان حد ان في مشكلة تصل اليهم مع ان كان في ايدك ان انت تبعد المشكلة دي عنهم او ان انت ساعدت في كلام ان هو يتداول ضدهم او بالنسبة لك ان انت تجنبتهم لفترة او بالنسبة لك ان انت غلطت فيهم لأي ان كانوا الغلط بقى ولكن نجح عندك نوع من انواع الندم وهتبدأ ان انت عايز تكون بتصلح العلاقة دي فهيكون بالنسبة لك عايز تصلح خلافات عايز تصلح علاقات خاصة مع الاهل والاحباب يعني ناس مقربين جدا بالنسبة لك هتعرف ايميتهم او هتعرف ان انت غلطت فيهم نتيجة ان انت سمعت من رأي حد نتيجة ان حد تحكم في الزن عليك يعني والزن على الودان بيبقى مرم السحر يعني فهيكون عندك كتير من تصليح الخلافات والمشاكل باشكركم كتير وقلولي في التعليقات الكلام ده بقى بطفق معاكم ولا لا طبعا بتمنلكم كل الخير وكل السعادة وكل الحب ما تنسوش اللعك وشيروا الاشتراك في قناة تفعيل الجرس سلام